مساء الخير اي حد عنده سؤال او استفسار. انا على الفيسبوك دلوقتي لو في اي كومنتس واي اسئلة يعني اسألوني اه وتصلوا بالمكتب او على الفيسبوك بعتوا الكومنتات بتاعتكم انا معاكم اه هجاوب على كل الاسئلة. النهاردة قدت في مكتب اللجوء اه عندي قضية في مكتب لوس انجلس. وطبعا اه في حاجة سمعتها النهاردة ان هما ما بتقولش جورج مليكا قال انا سمعت من كزا موظف ومن اوفيسر اللي عملت معا المقابلة نهاردة احتمال يقفلهم مكتب فترة اسبوع الجاي هيبدأ. بيفكروا يعملوا كده على اساس الاسف الشديد اه كورونا فيروس فمش عارف كان في اجتماع امرجنسي النهاردة مع كل الاوفيسرز حتى تأخرنا لما دخلنا المقابلة اه كان في امرجنسي ميتنج واحتمال يقفلوا المكتب الاسبوع الجاي ده احتمال لكن مش اكيد. اه الحاجة التانية اه ما اصبح انك انت في الفترة دي ما قدرش تاخد تروح تستلم القرار بتاع اللجوء بايدك هيبعطولك بالبريد. فدي من ضمن التغيرات اللي حصلت واللي سمعنا عنها. بالنسبة لمواضيع اللجوء والموافقات او التحويل لمحكمة. كل حاجة زي زمان ما فيش اي تأثير خالص. الاوفيسر فيري فيرز. واللي عنده الاسترونج كيس. واللي بتقدر تمثل نفسك قدام الاوفيسر ومعاك المحامل اللي طبعا بيساعدك ويشرح لك الاتموسفير كله قبل المقابلة واثناء المقابلة. طبعا ده عامل كبير جدا للنجاح في القضية بتاعتك. طبعا التحضير ده اهم شيء. كل كلمة بتقولها بتتفسر بكزا طريقة. فلازم تتكلم شارب وعارف انت بتقول ايه. وتجاوب على السؤال حسب ما السؤال يتطلب الاجابة عليه. يعني لو السؤال عايز اجابة yes yes no no. هتزود في الكلام من غير ما يعني غير مستدع انك تزود. هتفتح ابواب للاسئلة اكتر. دي حاجات بنبهها لكل الناس. ودي كومن سينسي. يعني مش محتاج ان انا اشرحها. بس الاسب الشديد الناس لما بتدخل المقابلة بتحت الجو بتاع بتاع المقابلة. بتنسى كل ده وبترجع على الحالة بتاعتها الطبيعة. بتاعتها في انها بتتكلم كتير. تدي معلومات زيادة. فده طبعا بيأثر على سير المقابلة والاوتكم بتاعت المقابلة. كذلك عايز اتكلم على حاجة مهمة او اليومين دولة. الناس كلها محتاجاها وتفهم الحقيقة. لان طبعا اا في حاجة مهمة اوي 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 بالنسبة لكبار السن والجنسية. الناس كتيرة بتجري في المكتب كتير جدا. تقول انا عايز اقدم عن الجنسية ما بعرفش انجليزي. وفي اا الناس بتقول او في اعلانات بتقول في الجرائد ان اعفاء من الجنسية لكبار السن. وانا كبير في السن او طاعن في السن وعايز ااخد اعفاء من الامتحان. كلام ده من الصح. الاعفاء من الامتحان الجنسية والتاريخ الامريكي بناء على الحالة الصحية بتاعتك. لو عندك حاجة تستدعي انك انت متقدرش تعلم التاريخ ولا الانجليزي. حالة مرضية. وتكون موسقة ومكتوبة صح. بناء على دكتور عارف يكتب صح. مش اي تقارير يتقدم حيتوافق عليه. دي نمرة واحد. لازم الدكتور يكون عارف ازاي هو بيكتب التقارير. عارف وما فيه كريتيريا معينة. بيبص عليها. مش اي كلام بتكتب بيقولك عشان هو كبير في السن وعنده مرض الالزايمر. او هو عنده هاي بلد بريشر. اعفوه من الامتحان. مش هينفع. لازم يشرح بالتفصيل ليه الامراض اللي عندك تمنعك من تعلم اللغة والانجليزي. اللغة اللي قولك. التاريخ الامريكي واللغة الانجليزية. يعني وكمان لازم يكون الدكتور اللي كاتب التاريخ ده يكون هو المعالج بتاعك. الفاميلي داكتور. يعني قدرش تروح لواحد مثلا انه تشوفه زيارة او زيارتين ويكتب لك التاريخ. مش هتنفع. مش هتزبط. لازم يكون الدكتور اللي بيقال له فترة كبيرة بيعالجك. قدر يوصل للنتيجة اللي هو بيكتبها عارفها. الحالة الصحية بتاعتك. يبقى عنده سنين طويلة بيشتغل معك. عارف حالتك ومع التارير ومع كل حاجة. ده بيساعدك كتير وحيباله التارير. يا ما شفت ناس كتير راحت المقابلات ورجعت. لان طبعا التارير مش مكتوب كويس. الدكتور اللي كاتب لهم التارير مش هو اللي بيعالجهم. فطبعا ده عملية مش سهلة. اللي ايون دول بيشددوا جدا. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة. في ناس بتحفظ الانتحان عن ظهر قلب. الاسئلة والاجوبة المية سؤال. تفاكر كده ان هو نجح. لأ. حتى لو متذكر اللي بتحاند. وتجاوب ممكن يسقطك. ما تستغربش. ليه? لان لازم حسب البلسي. اه بتاعت الان فور هندرد. اللي بتاع الناتشناليزيشن. لازم الاوفيسر اللي بيعمل معك المقابلة. يتاكد انك انت قادر تكوميونيكات ان انجلش وزهم. لان هم عرفوا الناس بتخلش تحفظ المية سؤال ومش فاهمة. مش فاهمة الميننج بتاع السؤال. فبيحفظوها واجابة زي البغبغان. وهو مش عارف الميننج ايه? فيجي الاوفيسر يسأله ويقول له. what can you explain to me? what does it mean by nazi? communist misrepresentation? بيجامي. كلام ده كله مش هتراف تقوله. لانك مذاكرتوش مش فاهم الميننج. يعني باختصار كده حافز مش فاهم. فده طبعا طبعا قدي سقوت. يعني الشخص يطلع مستغرب كده. انا انا عملت انا جوابت الاسئلة كلها. ازاي سقطني? no. نفعش. لازم تبقى عارف اسئلة اللي في الابليكيشن. بتاعتها ايه? الكلمات المراضفة للكلام. زي سأل كلا انت عندي قال لي communist يعني ايه? معارفش يجاوب. طبعا غلط. الكلام ده لازم تبقى انت عارف ازاي المعنى بتاع الكلمات نفسها. طبعا لما سألوا على معرفش انا جبت السوبرفايزور وطوله طبعا ده انا عشان اقوحت شوية مع السوبرفايزور وطوله ده طبعا يعني يعني ودي له فطبعا الحمد لله عدنا لان سأل اسئلة تانية غير السؤال دوا وعدت. ده مش معناها كل مرة تزاي بقولوا تسلم الجرة. لا لازم انت تكون عارف الاسئلة اللي بتسئلها معناها ايه? مش مش عايز تطور في الموضوع ده. اخطر من كده. اه موضوع الحصول عالجنسية لكبار السن. بقى very difficult. is not easy. اه لازل تشتشير محامي كويس ويراجع الفورمة اللي مكتبها الدكتور قبل ما نقدمها. طيب اه ده بالنسبة للجنسية وكبار السن. هل فيه تغييرات في اه في قضايا اللجوء? لا طبعا ما فيش تغييرات خالص. كل حاجة زي ما هي. اه بتقدم الطلب. وبتجي لك المقابلة طبعا. انت وحظك كني بقولوا واحد وعشرين يوم بعد تقديم الطلب حسب اللوايح الجديدة. ببقاش تتطبق المواضيع دي خالص. بس فيه ناس بيجي لها بسرعة وناس بتاخر. اه يعني فيه ناس عندي مقدم لها اه قعدت فترة مجالهاش. وفجأة جات المقابلة. يعني ما فيش تايم فريم يعني وقت معين هتعمل المقابلة ما حدش يعرف. اه نقط شهر اثنين تلقية سانة. لكن طبعا النزام المعمول بيه بعد مية وخمسين يوم من تقديم الطلب ممكن تقدم على الوركي بيرميت وتجي لك بعد شهرين من التقديم الطلب. اوكي? ام بالنسبة النتائج دلوقتي. النتائج مبشرة. اه حتى مع النزام الجديد بتاع بريسدنت ترامب. الابروفر ريت عالي. ما فيش اي شيء تغير من زمان. اه لانهم الاوفيسرز اللي بيعملوا معاك المقابلة. درسين كنتري كونديشن. عارفين ايه اللي بيحصل في البلد. اوكي? فطبعا ما زالت المفقات ريت بتاعها عالي جدا. اوكي? طيب. بالنسبة هنتكلم دلوقتي على الجرين كارت. من الناس اللي بتاخد الاعنات. هل ده بتتأثر? مش كل اي شخص معاك جرين كارت دلوقتي. القوانين الجديد اللي هي تطبق ديا اللي خدت اعنات مش هتأثر عليك. خلاص عدت المرحلة دي. خدت الجرين كارت. لكن اللي هو بيقدم على الجرين كارت غير الاسايلام والريفيوجي اه ممكن. لسه بنقدم على جرين كارت. او جايين من 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 بلد اه غير امريكا. عايزين نخش امريكا. هل انا حبق انا يعني هكون انا عبقى على الدولة. سواء انت بتقدم على الجرين كارت عن طريق الزواج عن طريق العمل. ياس. او عن طريق قريب ليك. اه. ياس. اي قريب زوج زوجة بتجيبك من مصر او بتقدم لك هنا في امريكا على الادجاسمنتر ستاتس. هيبصوا على على حاجات كتيرة دلوقتي. دخل بتاعك. بيبصوا على الكريدل سكور بتاعك. بيشوف تعليمك ايه خبريتك ايه. كل الكلام ده بيبصوا عليه عشان يقيموا انك انت ام. اشتكون عبقى على الدولة. اه. ده المرخص بالنسبة للجرين كارت. اه. لما انت هتيجي من مصر اتعلم انجليزي. خلي بالك من الاسئلة هتسألها في السفارة. على دراستك. على امكانياتك المادية. سنك. الفلوس هتطلع بيها من مصر ايه او من السعودية او من اي بلد عربية. لازم تبقى انت عارف انك انت لازم تثبت له انك انت مش هتكون عبقى على الدولة. طبعا اللوايح دي والقرارات دي اصبحت بتدي لموظف السفارة او موظف ادارة الهجرة سلطات واسعة جدا. ما كانتش الاول. ليه? وقت ده لك. طبعا كل شيء اتغير. ام. لكن بالنسبة اجيان ان الناس اللي معاها لجوء او اخد مشاعدة. بسبب اللجوء مفيش مشكلة. او الناس اللي هي اه عندها الفعوة ماتأسرش عليهم الموضوع دوا. اوكي? اى اللي خاد جيرين كارت خلاص مفيش مشكلة عندو. اا بالنسبة بها دلوقتي نتكلم في اا موضوع تاني. احنا بنهندلت في المكتب. لو حد بس الله يقدر اتعرض لحادسة سيارة او حادث تزحلق في مطعم او في في الشارع وفي ما فيه او في باركينج طبعا من حقك تطلب بتعويض على اساس الاضرار الشخصية والنفسية والجسدية ومصاريف العلاج وطبعا لو حصل لك حادثة سيارة اللي يقدر لكن ده شيء وارد طبعا انت اول حاجة بتعملها انك انت بتقف في مكان امان بعد الحادثة يكون معاك السيلفون بتاعك في ايدك وتصور الاضرار لعربيتك وعربية الخصم على طول على طول اول حاجة تصور بريت لايسنس نمبر بتاع الخصم او عشان اللي حاول يهرب يمي معاك اثبات حتى نادر تعرف تجيبه في المستقبل وبعد كده تكلم الشرطة الشرطة طبعا حجيلك وحتى حتى تعمل محضر بس الشرطة بتسألك الاول انت انجرد لو قلت اه انا مش انجرد مش هيجي الاولا هيتحرك من من مكانه هيقول لك تبادل المعلومات طبعا تتبادل ايه معاك تديده الانشورانس بتاعك وتاخد كذلك بتاعته والانشورانس بتاعه وتصور البليت لايسنس والعربية الدامج لها واخد بالك لو شفت اي ويتنس شاف الحد سياريك تاخد معلوماته اسمه سنه تليفونه وعنوانه ده كويس جدا وبعد كده ما تكلمش اي حد ولا الايجنت اللي عملك التأمين حتى ولا شركة التأمين بتاعتك تكلم المحامي اول شخص تتكلم معاه بالنسبة للقضية لان على طول شركة التأمين بتاعت الخصم بتتصل بيك بتقولك انت الاستاذ كزا انت حصل لك حدثة احنا احنا الشركة بتاعت الراجل اللي خبطك او اللي انت خبطت وعايزين ناخد معلوماتك انت طبعا بتبقى تتكلم معهم بيبقعوك في اخطاء كثيرة يعابوك البدا بتبقى انت اا مضرور وانت المغبوط من ورا ممكن يطلعها غلطتك اللي بيسأله اسئلة تريكي انا عارفها كلها المجال ده مش هيتسعى النهاردة نشرح كل الاسئلة دي لكن طبعا الاحسن حاجة تقولها اسف اي محامي هيمثلك تدين هو نمر التليفون بتاعه ما تعملش اي كلم ولا تشرح الحدثة حصلت ازاي مع اي شركة لشركتك ولا شركة الخسم تكلم المحامي ومحامي بيعملك الاتي بيعملك الكلم مع شركة الخسم يعني مطالبة يعني كلم اا يطلب التصليح العربية بيسلحها لك المحامي او يدفع لك تمنها كامل عن طريق شركة الخسم ويممكن يجيب لك للمدة سيري دايز تسوق العربية بفري وياخدوا العربية منك يسلحوا لك شركة الخسم وبعد كده المحامي طبعا بيشوفك انت مضرور ازاي ويشوف ايه الخبطة بتاعت العربية دي ايه وطبعا بيوجهك الدكاترة كلها اللي في المنطقة اللي انت عايش فيها معانا احنا لست كبيرة فيها كل الدكاترة في كل الستيز اللي في كاليفورنيا احنا بنبعثك ليه هم وحنا طبعا عندنا خبرة معاهم من الكويس ومن اللي بيعرف يعالج ومن اللي بيعرف يكتب تقرير وطبعا بنتأكد الدكتور عمل الشغل بتاعه وبعتك تعمل ام ار اي عشان تأكد الدمج بتاعك ادي ايه طبعا ام ار اي دي بفهش يعني نقاش يعني مش رقي شخصي بتاع الدكتور لأ الامة رعاية واضحة والتقرير بيقول ايه بالزبط ايه اللي عندك ديسك بروتروجن او هيرينيات الدسك وقد ايه الميجرمنت بتاع الدسك طبعا ده بيكتات الفيرزر تريتمينت يعني ده بيقول انت محتاج علاج قد ايه بعد كده في عيه اسمها صاف تيشيو مادرت انجريز اكستريم انجريز طبعا كل حاجة لها علاج معين ولها دكتور معين طبعا بخبرتي انا تساعتاشر سنة في مجال الحوادث السيارات اعرف ابعتك للدكتور المناسب واقدر اقنع الحادثة دي اثرت عليك ازاي سواء حادثة سيارة سواء حادثة تزحلق وقوع او انت اشتريت منتج معيب مثلا زي سشوار حرقلك شعرك حرقلك وشك الله يقدر كرسي كنت قاعد عليه والكسر وقعت ده بيسموها المنتج المعيب سبب اضرار لساعتك كل دي تقع تحت ايه الاضرار الشخصية اللي بتحصل نتيجة حوادث السيارات اللي ماشي في مطعم زحلقت او اشتريت منتج معيب اثر عليك ده طبعا كل ده يستوجب التعويض كذلك عندي في المكتب بعمل قضايا طبعا دي قضايا السهلة انك ترفع قضايا على دكتور وصعب انك لاقي الدكتور يشهد على دكتور يقول انه هو ده غلطان لكن احنا عندنا ممكن يشهدوا ويقولوا فعلا هل الدكتور ده بلوزة ستاندر اف كير يعني الدكتور ده لو اي دكتور طبيعي عالجك هل يخطق الخطأ دوا ولا الخطأ ده فرسيبا يعني متوقع انه يحصل طبعا ده طبعا محتاج انا اكسبرت طبعا عشان انت تبقى عارف حقوقك لازم تتصل بمحامي عنده خبرة وعارف بيعمل ايه عشان ما تضيعش حقك يعني اللي بيخبطك بالعربية ما بيدفعش ما نجيبه التأمين اللي هو شريبي يدفعلك فما تشعرش منك انك انك حرام تقضين شد انك مش مستحقها لأ انت مستحقها لي ده تعويض تجد اصابة كذلك لما لما اتصل بالشرطة و تقول لهم أنا متعرفش ده كنت انجرد ولا ايه بقى ان الانسان الطبيعي بيترجم كلمة انجرد دي يعني شوف ادرع القصر انزل دم لأ انجرد ممكن يكون حاجة انترنال حاجة داخلية يعني ما تشعرش بها دلوقتي بتشعر فيها بعدين فطبعا كل احوال انت ما تعرفش دي قدت انجرد ولا نوت انجرد فانت طبعا البست ما قدرش اقول لك تجذب لكن طبعا تقول انا انجرد انك انت ما تعرفش الانجي ما شفتهاش بعينيك ممكن تكون حاجة داخلية وانت مش شايفها فالوفيسر بيعمل المحضر بياخد اقوالك وياخد اقوال الشخص التاني ويشوف اي بايستاندر او اي ويتنس بياخد نمريته وتليفونه بعد عشر تيام بيجيب احنا محضر الشرطة وعايز اقول حاجة محضر الشرطة ده يعني ما درش ايه لو الوفيسر كتب مسلا انا شايف ان الشخص ده رقم واحد هو اللي غلطان بناء على خبرتي وبناء على اقوال الاتنين درايفرز اللي انت وتاني انا شايف ان ده غلطان مسلا الطرف الاولاني غلطان طيب هل دوا يعتبر حاجة في المحكمة ما نقدم نستند اليها لأ ليه لان الاوفيسر ما شافش بيعنيه ولا سمع بودانه هو جي بعد ما الحدس حصلت هو رأيه استشاري وليس ملزم ولا يتقد به في المحكمة ليس معمولا به في المحكمة اوكي لكن اللي بيسموها يعني 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 نفسه ولا سمع بودانه في اعتبر هو رأيه اقوي يصدي قيمة لكن ما اعتبرش دليل انه هو يعتد به في المحكمة على اساس اثبات مين المقطق اللي بيثبت بقى مين المقطق دي شغلنا احنا بقى بنجيب ان اكسبرت اكسدن تريكون استراكشنست طبعا دي شغلنا طويلة مش هتكلم فيها دلوقتي بنسبة مين اللي غلطان عن طريقا ميكانيك اه انجنييرنج اكسدن تريكون استراكشنست كل ده بنسبة احنا قدام الجوري وتجيب التعويض المناسب اللي انت هتستحقه اه ده بنسبة لحوادث السيارات وسليب ان فول اه لو عندكو اي استشارات تصلوا على 714-563-0111 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا بتنقسم لكذا حاجة فيه الجنح اللي هي المسديمينر وفيه الفيلونيز وفيه الانفراكشنز اللي هي مخالفة طبعا المخالفات السير دي زي الكسر اشارة سيء بسرعة عمل انسيف ليفت تيرن كل دي بيديك مخالفة دي طبعا يعني بتروح ترافيك سكول او بتروح تفايتت قدام الجوج لو طبعا لو الافصر مجاش القاضية القاضي للازم يشتبها اوكي لان ليه طب يشتبها NHT كنوا عارفين ليه بيتشتبها احنا لان المادة في الدستور الامريكي tengo that to confront the witness against you . Associates against you هو الافصر. هي التفاصل بدك المخالفة. فمجاش فانت معندكش القاضي بيقدرش يحكم عليك لانك انت عندك المادة السادة من القانون الدستوري الامريكي سيكسا اماما رايت كونفرانت هيم يعني انت ممكن تسأله انت شفتني كنت سيب ايه وازاي عرفت انا سيب ايه كان معاك انت الرادار شغال والكاليبر وكل ده مش موجود الاوفيسر عفوا فطبعا طراما الاوفيسر مش موجود يبقى القاضي مقدرش يحكم عليك لانك ما تخدش الفرصة انك تجاهبه او تواجهه او تسأله فلازم القاضي هنا ايه يشتب الدعوة ده بالنسبة بس لمخالفات المرور لكن في الجنح لا اوكي الجنح بقى بتشمل كزا حاجة اللي هي ايه السرقة ضرب الزوج لزوجته او الزوجة لزوجها اه ايه تاني شاب ليفتنج سرقة المحلات اه بيع الكوحوليك تو ماينر بيع سيجاريتس تو ماينر اه ديستيربان اوف زبيس اه درانكي ان بابليك بلايس كل دي بتقع تحت جنحة اه الجنح عضايا الجنح اه دي عقوبتها من يوم لسنة في كاوني جيل الفنوني بقى عقوبتها من يوم لغاية 15 سنة او 10 سنين حسب الجريمة نفسها بالنسبة للجنيات اللي هي الرابري اللي هي السرقة بالسطو المسلح او البرجلري اقتحام منزل وسرقة المحتوياته اه فورجري اللي بيزور اه اه شهادة الزور اللي هي البرجري اه كل ده بيعتبر فيلوني اه واغبالك طبعا اه بالنسبة للمسل مينر اللي هي عقوبتها من يوم لسنة ده طبعا من حقك انك انت يكون معاك محامي لان مدة العقوبة اكتر من 6 شهور لازم يكون معاك محامي لو ما كانش معاك محامي الجافرنمنت بتعينلك محامي او تتسدفع حاجات في الاخر طبعا رمزية مش كبيرة للبابليك ديفيندر اللي هو عيمثلك طبعا بيشوفوا دخلك الدقيق وبعد كده هما هما الحكومة اصلي يعني بتدفع اتعاب المحامي ده سرعة في منهم كويس وفي منهم انت وبختك يعني زي اللي بتقول انا بشتري بطيخة يعني يعني طبعا انا انصحك ما تغمرشي لازم تروح مع محامي عنده خبرة عشان مبقاش عندك ريكورد ويبقى طبعا صعب انك انت تتشتغل في اشغال حساسه وانت عندك كريم Blues record اوكي اااااااااااااااااااااااااااا dla موضوع دومستيك فيلنس وهو ضرب الزوجة للزوج او العكس الزوج للزوجة طبعا اللي بيحصل ان اللي بيبلغ الشرطة دايما مش المضروب اللي بيبلغ الشرطة اللي هي الجران وساعات الزوجة بيسمعوا دوشة جامدة ويندهو الشرطة طبعا الشرطة لما بتيجي بتفتح الباب وتخبط على الباب جامد ولازم تفتح وتخش طبعا لما يشوف الزوجة بتعيت اولا يحطوا الكلبشات في ايد الزوج اول عكس لو الزوج كان بيعيت ومضروب من الزوجة يحطوا الهان كاف بتاعت الزوجة اول حاجة بيسأل لو في اطفال بيسأل الاطفال ايه اللي حصل لا يسألش الزوج ولا الزوجة الاول ليه بقى لان الاطفال ما يجذبوش او صعب ان يجذبوه فالاطفال بيخروا ايه اللي بيحصل او الزوجة صعب بتتكلم ده ضربني ده زقيني ده دومستيك فيلنس is very broad مجرد تزقها تاخد تليفون من ايديها وترزعه في الارض كل ده اعتبر دومستيك فيلنس يستوجب القبض عليك او عليك لو عملت انت كده اكيه مشكلة ما بتندهي الشرطة تنازلك او تنازله لا يسلح لا ينفع لا يعتد بيه خلاص طالما الشرطة جات وارستدهم او ريو خلاص انتهت حتى لو قلت انا بحبه يا بابا سامحني مش هتزبط مش هتنفع ليه ان الجريمة واقعت على المجتمع وحق العام اللي هو المدعي العام بياخد الحق العام من الجاني اللي هو متهم ليه دي تنازلك مش هينفع لان هو بيمثل المجتمع وكين النيابة فطبعا دي الواحد ما يتسرعش لو تسرعتي وتكلمتي الا ازا كان فعلا خطر على حياتك يعني هتبقى مشكلة فطلبك للبوليس على حاجة مش كبيرة هتقس فيها اول حاجة هيبوده علي الزوج او يبوده عليك لو انت اللي دربت الزوج طبعا بيتاخد حط في الحجز بيدفع كفالة نورمال بتبقى خمسين الف دولار بتدفع خمس تلاف دولار دول رايحين عشان تخرج في نفس اليوم وتحددلك جالسة لو انت معكش الامكانيات المادية تدفع الكفالة في خلال 24 ساعة او 48 ساعة الاكتر بتشوف الجوج دلك اه مützen تعالة وو ما بيحصل ان الجوج الجوج بيشوف المحامي و الخرجك تعالة zoals او اوار عشان عشان اربعة عشان ساعة اوضن في الحبز. طبعا الافضل تستنى ممحامي يروح يطلعك من غير كفالة بيقنع الاهدي ان انت وعندك فاميلي وعندك جاب مش هتهرب. فده بيطلعك ونبدأ بقى القضية الجنائية ازاي? بعد ما بعد ما نطلق اول يوم اللي يحضر فيه بنقول ان انت بعدين لما انت نوت جيلتي وناخد من وكيل النيابة كل حاجة دادك محضر الشرطة اقوال الشهود كل حاجة اقوالك اللي قلتها للشرطة طبعا كل ده بيبان على طول لما اخده انا من النيابة واطلب تأجيل لما اطلب ان كنت انا بقول لي الجارجي او نوت جيلتي وباخد كل الورق بتاعك من وكيل النيابة اللي كل يعني اللي هو اقوال الشهود اقوال بتاعتك اقوال بتاعت الزوجة دي بيسموها وبعا كده بنطلب المحكمة اا نطلب تأجيل اسمها بريت رايل في الوقت ده باخد انا الملف ادرسه لو عايز اشوف حاجات تانية اطلبها من وكيل النيابة ببعط له اا ريكوست فول ديسكاوري زي مثلا لو فيه واير تاب في فيديو في اا حاجة لازم وكيل النيابة بروديوس في الديهاني عشان اشوف الموليس عمل شغله صح ولا لا لو لقيت ان هو الموليس مش عمل شغله صح افايلة موشن فور ديسمسل او موشن تو سيبريس يعني ادلة دي مش اللي اعتدي بيها واطلب القضية ممكن دسمسل ام بعد كده لو لقيت اا يعني الافيسر عمل شغله صح وفيه شهود ضدك وكل حاجة يعني ضدك بنروح في حاجة اسمها بريت رايل بحاول يجبلك احسن حاجة بتأسرش على الريكورد بتاعك وفي نفس الوقت بيكونش فيها حاجة فيها حبس انا 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 اه اه مايقصرش على الهجرة كمان ام اوكي ام جاتلي شوي اسئلة كتيرة هنا على الفيسبوك هتكلم معها هتكلم مع الناس دلوقتي بس طبعا انا عايز اقول على موضوع المحامل لما تختاره بيعمل قضايا جنائية ياريت يكون عنده خبرة في قضايا الهجرة مع بعض يعني بيعمل الاتنين ليه شفت مصايب انا هقول لكم ايه هي في محامي ما عندهش فكرة بقوانين الهجرة يروح معاك في المحكمة يقول له مثلا اديكم مثال اللي هي ضرب الزوج لزوجته الوكيل النابا بيعمل اوفر يقول له هتعمل انت وحتعمل وتقول انا جلتي ومفيش حبس فالراجل يقول هاي انا موافق انا هاخد الديل ده ومش هدخل السجن ايه يعني احضر شوية اه كلاسات طب يا حبيبي انت لما تقول انا جلتي في دوماستيك فيلانس انت اتخرب بيتك ايه حتى ما فيش حبس مش هتاخدها جرين كارت ولا جنسية لانا ده في نظر قانون الهجرة اسمها مورال تيربي تيوت كرايم فالمحامي الشاطر بقى اللي عنده فكرة بالقانون الجنائي والهجرة بقولك لأ ده يؤثر عليك من ناحية الجنسية والجرين كارت طبعا لو كل حاجة ضدك المحامي بيعمل ايه بيجيب لك مادة اتهام تانية زي مسلا او دي ما تأثرش على الجنسية ولا تأثر على الجرين كارت شفت وتعمل نفس البروجرام طبعا ده حاجات تعرفها المحامي فياريت تكون انت المحامي بتاعك زي انا انا مش بقول عشان تجيلي لأ اذا عنده خبرة بالقضايا الجنائية وقضايا الهجرة دي نقطة مهمة جدا عندي سؤال هنا من من عن الفيسبوك كنت بسأل لو عملت حدثة والعربية كانت مش بتحرك اول حاجة عاملها ايه هل اتصل بالبوليس ولا شركة بتأمين على العلم انها مش غلطتي طبعا اول حاجة هتتنسل بها الشرطة على طول رأيتها ويعي تقولت له بالشرطة وتقول لهم انا انجر لو قلت انا مش مش مصاب مش هيقول لك يقول لك تبادل معلومات مع الراجل لو هي مش غلطتك ومخبوط من ورا طبعا ما مخبوط من ورا دي غلطة الطرف التاني فيبقى عندك تسعة وتسعين تسعة من عشرة هتاخد تعويض طبعا هتكلم الشرطة وتحكي للشرطة ايه اللي حصل وقبل ما تيجي الشرطة زي ما انا قلت في اول حلقة تصور الرخصة بتاعة العربية تاخد التامين بتاعه تصوره وترايفر لايسنس بتاعته لو الاوفيسر ما جاش لو الاوفيسر جيت بياخد اقوالك وياخد اقواله ويشوف اي شهود وبيديك رقم المحضر بتدي له المحامي هو بنجيب احنا المحضر ده وبنعمل لك احنا الكلام مع شركة التامين بتاعتك ومع الخصم زي ما انا شرحت لافيش اي مشكلة ايه وبعدين المحامي بيجيب لك تعويض بقى يعني على اساس اضرار الشخصية النفسية الجسدية تعطيل عن العمل لو في مسلا الاعلقة الزوجية تأثرت اسمها حاجات كتيرة طبعا يعني من حقك تاخدها انت متعرفهاش لكن طبعا محامي بيعرف حسب القانون بيقول ايه والتعويض اللي انت مستحقه ايه ونجيب لك مبلغ اللي انت تستحقه اوكي عندي سؤال هنا من نانسي نجيب عندي سؤال بقصوص الجنسية افضل وقت اجدم عن الجنسية قبلها بتلت شهور ولا ست شهور وحاليا بياخد وقت قد ايه طبعا القانون بيقول يا استاذة نانسي نجيب القانون بيقول تقدمي على الجنسية اه تلت شهور من ستة تلت شهور قبل قبل الخمس سنين يعني اربع سنين وتسعة شهور طبعا بتاخد وقت ايه بتعتمد على الولاية لو انت في تكساس بتاخد سنتين او سنة ونص كاليفورنيا ممكن سنة او تسعة شهور او تامن شهور اكي بتسترعوش تقدمه على الجنسية على طول الا ما تكون متعرف انجليزي كويس جدا زي ما شرعت في اول الحلقة وتكون انت عارف الاسئلة بتاعت الابليكيشن معناها ايه اوكي ده مهم جدا عندي سؤال تاني من اهاب بباوي هل يمكن مطالبة بحق منزل ملك الوالد بولاية فيرجينيا وانا موجود في مصر علما بان اخي فقط هو الموجود مع الاسرة في فيرجينيا اوكي اه طبعا عايز مور لان طبعا انا معرفش كده ملخص او الطالب بحق والده هل والدك عايش ولا والدك متوفي نقطة مهمة جدا لو عايش انت لا تملك شيء ولا تقدر تعمل اي شيء لو والدك توفى طبعا بنشوف اه واخوك ليه طبعا جزء من البيت وانت ليك جزء حتى لو انت عايش في مصر ياس ممكن بس طبعا لازم نعرف هل والدك ساب اه 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 هو الموجود في الاسرة فيرجينيا اه لو والدك حضرتك ساب حاجة اسمها ليفنج تراست او ويلز بيحدد الانصبة اكي لو ما كانش اه ساب وصية او عامل ليفنج تراست بنعمل حاجة اسمها بروبيت اي ايه حصر ارس في القانون المصري او القانون اللبناني او السوري حصر ارس يقول لك توفى فلان وانحصر ارس فيه اه جورجي وسامير وفوزية بلك يبقى حصر ارس وبعد كده بتاخد نسبة من البيت دوا على اساس ديك النص او التلت حسب عدد افراد الاسرة بيسموها يعني لو مات من غير اه وصية بتقسم حسب عدد الافراد اوكي طبعا اه وانت في مصري طبعا مش هقدر تعمل كده لازم تيجي هنا او ممكن توكل محاوي المحامي في ولاية فيرجينيا يعني انت لو قلتلي مستر ماليكا ممكن تمثلي هقول لك لا ما قدرش انك لازل تشوف محامي في فيرجينيا هو اللي يقدر يعمل لك الموضوع ده لكن تقول لي حقك موجود ياس موجود حقك ده ما فيش مشكلة خالص اه ايه تاني عايز اقوله بالنسبة العضايا الجنائية هتكلم فيها تاني اه اه حاجة مهم رأيت عايز اقولها اه ارجوكو لو سمحتو لما ييجي حدي اه من الشرطة يقبض عليك من حقك تبقى صامت ما تتكلمش في اي حاجة ده الافضل لانك انت طبعا اه 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 اخذ بالك طبعا انت من حقك تسكت ما تتكلمش مع الشرطة خالص تقول لي ام سوري I have to talk to my lawyer I cannot speak to you ده حق ما تخافش don't be intimidated by the police اوكي انك انت عندك المادة الخامسة من الدستور الامريكي فاي حاجة هتقولها او مصصديقك هيتب استخدم ضدك في القانون تفهمت عصدي اه دي مهمة جماعي جدا او ما تقول انا عايز اتكلم محامي او انا محتاج محامي مش هادر اتكلم معك حتى لو قابض عليك ايه المشكلة هنخرجك في نفس الساعة بكفالة او تاني يوم مع الجارج احسن ما تتكلم وتود نفسك مشكلة اوكي انت الناس بتعتقد ان ما تتكلم معاه يبقى ده هيبقى صديقك لا no is not حاجة تانية سيناريو بيحصل اه يقولك انا 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 التكتف كزا انا عايز اقابلك تعالي تعالي المكتب طبعا ما تروحش تقابله طبعا انا عندي محامي وهاخد المحامي بتاعي معايا حقك الريزو انك انت تروح بمعاه تتكلم معاه في المكتب هتنفي طبعا كل حاجة مفيش واحد يروحول او او انا ارتكبت الجريمة دي وانا عملت دي وانا عملت دي وانا عملت دي اقول لك شيكزي طبعا في نفس الوقت لكن ايه لازمتها يعني فحاجات دي بتحسى كتير وباشوفها بتقدي المشاكل بلك فطبعا انا عايزك تركز معندش اسئلة تانية اعتقد هنا اخر حاجة هليمكن مطالبة بحق منزل اوكا لمسير اه في اسئلة بيقول للمخرج اه مش شايفهم بتحطها لك هنا يا لازم تركز كل حاجة بقولها لان تسليح الخطأ صعب ان احنا يعني الوقاية من الخطر يعني الوقاية خير من علاج يعني طبعا الحاجات دي صعب بتخفر عن واحد ساعة اللي ما يتحط لكن طبعا لازم تكون انت تعرف حقوقك انت لك حقوق دستورية بيحميها القانون الامريكي انك ما تتكلمش مع الشرطي حقك يا هافتو هافا لوير شركة تأمين لما تبقى بحادثة سيارة ما تتكلمش مع التأمين لازم تجاوبهم قلهم ما عندي محامي او ما تقول لهم كده ولا قاسفين نحن نتكلم مع المحامي بتاعك اوكي الاستاذ فضل العنشالي ده انسان عظيم وانا اعرفك كويس وان شاء الله تسمع اخبار حلوة عن القضية بتاعتك وانا اعرف ان كل حاجة طبعا متأخرة دلوقتي لازم ساعدتك تكون عندك صبر شوية انا اعرف انك سبرت كتير لكن اللي بيزبر بيانقول الناس كتيرة متأخرة في القرارات حتى بعد ما تعمل المقابلات لكن ان شاء الله خير ما تقلقش ان شاء الله هتحسب مع قبر كويس ان شاء الله اذا صار الطلاق بعد الدائم بسنة ونصف في مشكلة ولا عادي اه ده سؤال انا فهمت والسؤال مش واضح للاستاذ حسام الزيود الزيود ايهوب انا ايبراناونس ترايت اذا صار الطلاق بعد الدائم اصده بعد الجرين الدائم بسنة ونصف في مشكلة لا مفيش مشكلة عالجرين كارت انك انت خدت الجرين كارت ابو عشر سنين لكن لكن اه لازم تقدم بعد خمس سنين عالجنسية مش ثلاث سنين ده دي بس الحاجة الوحيدة اللي هتبقى غير الشخص اللي مقدم عم طريق الجواز بثلاث سنين هنا طالما حصل طلاق اه بعد سنة ونص لا لان القانون بيقولك لازم تكون متجوز ثلاث سنين ومعاك اه جرين كارت ثلاث سنين اه ده مش موجودين عندك الشرطين دولا فطبعا لازم تستنى خمس سن عشان تقدم على الجنسية اه معانا الاستاذ سيد الحريري استاذ انا لاجئ من سوريا انا لاجئ سوري في امريكا من زارب عصين هلأ استطيع زيارة دولة الاردن باستخدام جواز سفر السوري ارجو الاجابة لك كل الشكر حاضر حبيبي انا لاجئ سوري في امريكا طيب سؤال دلوقتي يا ريتي السؤال يتكتب بتفصيل اكتر انت يا استاذ اه اه الحريري املت مقابلة وخدت خدت اه اه ابروفر على الاسطايلام هل انت خدت جرين كارت طيب انا ما انت قلت ليش دي كل ده عديك الاجابة بحيس تتضمن كل الاسئلة بتاعتي ديا اولا لو انت يا استاذ لسه ما عملتش المقابلة ممكن تقدم على اه ريفيوجي ترافل داكمنتز بوقت تطلع اه بوسيقى تسافر كده وتسافر تروح الاردن عادي ما فيش مشكلة لو معاك الجرين كارت ياس ممكن تطلع بس ما تروحش السورية تروح تروح اه تروح الاردن عادي يعني سواء اخدت اعملت المقابلة ومستني القرار او انت معاك جرين كارت عن طريق اللجوء ياس بس مادرش تسافر الا اه لا بالنسبة للجرين كارت مش محتاج اي حاجة تسافر بالبسبور السوري اسف بالبسبور السوري على الاردن بالجرين كارت لو انت لقى خدت الموافقة على اللجوء بتسافر بالبسبور السوري بس قبل ما تسافر لازم تطلع ريفيجي ترافل داكومنتس هيطلع لك وثيقة كده تسافر بها برا اوكي طيب اه اوكي لو في عندك استفسارات تانية واستاذ الحريري بعتلي لان انا اعتقد ان اغطيت السؤال بتاعك ام في حاجة تانية عايز اقولها ام بالنسبة لحقوق الزوج والزوجة في حالة الطلاق في كاليفورنيا كاب طبعا ام بالنسبة للزوج الزوجة لو حصل طلاق ايه حقوقك طبعا بتاخدي لقب مطلقة هو بياخد لقب مطلق دي اول حاجة حاجة التانية اي حاجة اشترتوها اثناء الجواز في حالة الطلاق انت لك خمسين في المية ولا خمسين في المية اي حاجة اشترتوها قبل الجواز بتاعة الشخص اللي اشتراها قبل الزواج ملكية خاصة بالك يا انا افترض مثلا شخص معه ميتين الف دلار قبل ما اتجوز آآ مراته في كاليفورنيا وميتين الف دلار دول حاطتهم في سيبرت اكاونت وما قبل الجواز واثناء الجواز بتاعته هي لكن لو اثناء الجواز حط الدخل بتاعه اثناء العمل اثناء الجواز بيشتغل وحط فلوس من العمل بتاعه اللي من المرتب على السيبرت بروبرتي اللي هو حساب البنك. فهنا بيعتبر اه كومينجل. يتبقى مشكلة. ليه? لان الزوجة من حقها هترفض النص دلوقتي. لانك انت كومينجل سيبرت مع كومينجل بروبرتي. كذلك لو انت اشتريت البيت اثناء الجواز في حالة الطلاق كل واحد بياخد خمسين بالمية. اي حاجة اشترتوها سواء بيت عربية كل واحد دي 50 50. اه تاني حاجة من حقوق اللي بتاخدها اه الحضانة الاطفال. طبعا المحكمة بتفصل في الممتلكات وتفصل في الحضانة. بالنسبة للحضانة طبعا الجوج بيحب يدي جوين كاستدي. جوين كاستدي يعني ايه? يعني انت بتاخد الولد او البنت نص الدوام نص الاسبوع ومرتك نص الاسبوع. دايما هو الجوج بيحب يعمل كده. بيخلي جوين كاستدي. اوكي? الا ازا كان احد الاباء عنده مشكلة. بيزكر بيدرب. اه محكم عليه قبل كده في حاجات. طبعا دي تبقى مشكلة كبيرة. مش هياخد الولد النص الدوام. بيخلو يبقى فيزيتيشن. يزور الولد في الويك اند بس. ادي الموضوع. بالنسبة للحضانة. بالنفقة بقى بتحسب ازاي? بيشوف اللي اولاد هيعودوا مع الابة الدي ايه? ومع الامة الدي ايه? ايام. وشوفوا داخل الزوجة الدي ايه? وداخل الزوجة الدي ايه? في الاخر يشوف مين اللي حيدفع لمن? ممكن الزوجة تدفع للزوج. على اساس داخلها اعلى. اوكي? كذلك في نفقة الزوج او الزوجة اسمها سباوسل سابورت. بيشوف داخل الزوجة دي ايه? والزوجة دي ايه? ويشوف سنين الزواجة دي ايه? لو هي عشر سنين. يبقى في الحالة ديا. الطرف اللي بيعمل فلوس اكتر يدفع للطرف التاني. بدل الحياة الى ان تحصل. يعني اتجوزت او حصل لها ده شغل تاني. ده القاعدة المعمول بها. كل حاجة طبعا لها استثناء. اوكي? انا باتكلم براد. حاجة عامة. اوكي? ده بالنسبة لنفقة الزوجة. نفقة الاطفال. الحضانة. الممتلكات. اوكي? طبعا في ناس بتخبي ممتلكاتها الطرف التاني. مايبقاش تقوله على الحقيقة. فتلاقي مثلا الزوجة مظلومة هنا. ما عندهاش الامكانية انها تثبت الدخل بتاع زوجها او ممتلكاتها. مخبيها. او العكس. دي شغلة المحام بقى. بنعرف ازاي? بنعين برايفت انبستيجيتور. وطبعا يتبع الاسدس بتاعته. يعني فيه طرق كتير ابنقدر نعرف بها الدخل الحقيقي. كذلك بنعمل صبينا كل البنك اكاونت بتاعه اللي هو بيحط فيه حساباته. ولو سيف باكس. طبعا ده شغل كتير وابكلف. وبس طبعا في الاخر بتاخد حقك او بتاخد حقك. يعني ده مش حاجة معضلة يعني. اكي? بس موضوع الطلاق بيستدعي حضورك لمحكمة كتير. انت ومحامي بتاعك. وبياخد وقت طويل. وطبعا time consume big time. اكي? اا. لو في عندكو اي اسئلة تصلوا بيه على 714-563-0111. اا. في اقول لكم انا ساعدت بلقائكم. واتمنى اشوفكم ريض. واكون افتكم بعض المعلومات. وان شاء الله في حلقات تانية جاية. هتكون فيها مواضيع تانية مختلفة. اتكلم عن الاندلورد تيننت. هنتكلم على الشخص اللي بشتري بيزنس. اللي يقب باله منه. في حاجات كتير مواضيع تانية هتطرق فيها. انا بقول لكم دي حاجات من خبرتي في المحاكم. اللي بشوفها كل يوم. اتمنى ان انا بسطكو. رحت لكم شوات حاجات على القانون الامريكي. وانا ساعدت بلقائكم. ونشوفكم رايب ان شاء الله. ومع السلامة.